خلال التحضيرات لنهاية العام الدراسي الحالي تقيم المدارس التربوية احتفالاتها بمناسبة تخريج أفواج جديدة من طلبتها للمرحلة الثانوية حيث احتفلت مدرستها كلية تيرا سنطا والهاشم الشمالي بعمان بفرحة تخريج دفعة مميزة من طلبتها التفاصيل في التقرير التالي تحت رعاية المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفلادلفيا وسائر الأردن احتفلت مدرسة الروم الكاثوليك بالهاشم الشمالي بعمان بتخريج الفوج الثامن من طلبة الثانوية العامة في مركز هيئة ثقافي بحضور مدير عام المدارس الأب جهاد عماري وكاهن الرعية الأب عماد بواب وعدد من الآباء الكهنة والراهبات ومديرة المدرسة السيدة ماجدا مقطش وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجموع أهالي الطلبة الخريجين وألقى المطران جبارة كلمة هنأ بها الطلبة الخريجين وذويهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتميز في حياتهم العملية وأطلب إليكم أن تثابروا على الدرس والتحصيل والصهر فالمرحلة الجامعية تختلف كليا عن المرحلة الثانوية إذ إن الجهد ينصب على الطالب أكثر مما ينصب على الأستاذ لابد من كلمة محبة وشكر أتوجه بها إلى الأسرة الهاشمية في الأردن الحبيب بقيادة جلالة الملك عبد الله بن الحسين ورحبت السيدة ماجدا مقطش بسيادة المطران وشكرته على رعايته الكريمة لهذا الحفل موجهة النصيحة للطلبة بأن يسيروا على الدرب ويكملوا مسيرتهم التعليمية باجتهاد وثبات ابقوا على العهد واحرصوا على التحلي بأخلاق العلم والإيمان لتظفروا فالحياة تفتح أبوابها مرحبة لكن الطريق ليس بمعبد فسيروا الهوين نحو أحلامكم وكونوا خير مثال للشباب الواعي والساعي إلى نيل النجاح بقوة وإرادة مبارك لطلابنا هذا التخريج مبارك لأردننا العزيز وألقى عدد من الطلبة الخريجين كلمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وعرضت مسرحية تمثيلية وفقرات فنية وفلكلورية وفي ختام الحفل سلم المطران جوزيف جبارا الشهادات للطلبة الخريجين كما قدم لسيادته درعا باسم المدرسة كعربون شكر وامتنان وفي كلية تيراصنطا أقيم حفل تخريج الفوج السبعين لطلبة المرحلة الثانوية في الكلية تحت رعاية الأب فرانشيسكو باتون الرئيس العام للرهبان الفرانسيسكان وحارس الأراضي المقدسة بحضور المونسونيور مورو للي القائم بأعمال السفارة الباباوية بعمان والأب رشيد مستريح مدير الكلية وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والرهبات وذوي الطلبة الخريجين وجمع من المدعوين وهنأ راعي الحفل الأب فرانشيسكو الطلبة الخريجين على هذا اليوم المميز شاكرا إدارة المدرسة لرعايته هذا الحفل في كلية عريقة وقديرة بكوادرها التعليمية ومهنئا ذوي الطلبة بهذه الفرحة لتخريج أبنائهم مساء احتفالي مميز فاح فيه عدر النجاح منك يا ترسنطا من جديد ليجمعنا بوجوه طيبة حضرت لتفرح معنا من قريب وبعيد فابتهجي يا كلية مفخرة وعزا لأبنائك وألقى الأب رشيد مستريح كلمة قال فيها في كل سنة دراسية نختبر من جديد أمانة الرب ورعايته لنا والذي يفرح قلبنا ببراكات موسم الحصاد الوفير حصاد تخريج الفوج السبعين لثناوية مدرستنا شاكرا الإدارة والمدرسين على كل جهودهم المبذولة من أجل هذا اليوم المميز اعملوا على تحقيق مستقبلكم بإرادة صالحة وعقل نير منفتح وقلب طيب اعلموا أن المستقبل لكم ولكن الحياة ملك لله أكرموها كي تكرمكم أحبوها كي تحبكم قدسوها كي تقدسكم وألقى عدد من الطلبة الخريجين كلمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وقدمت فقرات فنية وفلكلورية ومسرحية تمثيلية وعروض منوعة وفي الختام سلم راعي الحفل الشهادات للطلبة الخريجين ترجمة نانسي قنقر